للمتابعة والتحليل ينضم إلينا من تونس العميد مختار بن نصر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب سيادة العميد أهلا ومرحبا بك نحاول أن نفهم حاليا هذا التزامن مع استجواب البرلمان التونسي لوزير الداخلية فيما يتعلق بوجود تنظيم سري داخل أجهزة الأمن تابع لحركة النهضة والحادث الإرهابي اليوم هل يمكن أن يكون هناك ربط فعلا؟ هو من الصعب أن نربط بين هذين الحدثين نظرا أن المجموعات الإرهابية هي تتصيد وتتحين الفرص لكي تسدد ضربات والقصد منها هو إرباك إرباك هذه المسيرة نحن اليوم نعيش في وضع اجتماعي والسياسي مضترب شيئا ما وهذه المجموعات الإرهابية تتحين الفرص اليوم صادفة أن هناك مسيرة انطلقت من أمام وزارة الداخلية وهناك كثفة أمنية في الشرع الرئيسي شرع حبيب بورقيبة داخل العاصمة فاغتنمت هذه الإرهابية الفرصة لكي تقترب من دورية أمنية وتفجر نفسها لكن الإصابات كانت خفيفة ثمانية أمنيين أصيبوا ومدني واحد وتم نقلهم المستشفى وبعضهم غادر المستشفى لحصن الحظ سيدة العميد كيف يمكن أن نفهم هذا التحول في تنفيذ العمليات الإرهابية في تونس وخاصة أنها أول مرة يتم استخدام سيدة لتنفيذ عملية إرهابية فعلا لأول مرة سيدة تستخدم وتحمل متفجرات لكي تقوم بتفجير لكن قبل ذلك تم ألقاء القبض على العديد من الفتيات في تونس سواء كان في مجموعات كانت تستقطب وتستميل الشباب أو بعضها يعني كذلك يجهز للتسفير وهناك سيدة كانت حاملة السلاح ورضيعها يعني بين يديها وكانت تطلق النار على مجموعات الأمن وتم قتلها في مواجهة أمنية إذن من هذه الشاكلة هي الأولى من نوحة لكن هناك سيدات سابقا قامت بأعمال على هذه الشاكلة ولنا أيضا كالشباب تماما هناك من تحدث عن أن هذا الحادث الإرهابي ربما يأتي الآن لزعزعة الأمن والاستقرار في تونس وخاصة قبيل انطلاق بها رجان قرطاج العالمي والدولية كيف تجد انعكسات هذا الحادث برأيك على المجتمع التونسي وعلى السياحة التونسية في الحقيقة التونسيين يعرفون جيدا أهداف هذه المجموعات الإرهابية وهي مرفوضة من الجانب التونسي واليوم المطلوب هي الوحدة الوطنية وتجاوز هذه الضربة وأمتصاصها اليوم المجتمع التونسي محصن بصموده وبيقضته وكذلك وحدة الأمن والجيش ولا أعتقد أن هذه الضربة في هذا الظرف ستؤثر على المهرجانات أو ستؤثر حتى على الوضع بصفة عامة نظر أن نتذكر أيضا سنة 2015 تمت عملية داخل العاصمة وكان في ذلك الوقت مهرجان سينمائي كبير ونتذكر أن المجموعات التي كانت في قاعدة سينما خرجت لتتظاهر ضد العنف وضد الإرهاب وبالتالي لم يغير شيئا من برنامج تلك التظاهر أعتقد اليوم التونسيون قادرين على الصمود وهذه حادثة مثل كل الحوادث نأخذ منها العبرة نتهيأ نتيقظ نكون على غاية من التلاحم المجتمعي في عجالة سيدة العميد هل نتوقع وجود تكتيك جديد أمني في تونس وخاصة بعد هذه العملية والتحول في استخدام امرأة لهذا الحادث بالطبع الوحدات الأمنية تأخذ بعين الاعتبار مثل هذه العملية وسوف تدرس وتأخذ منها الدروس المستفادة ويبقى فوق كل هذا اليقظة مطلوبة لدى الشارع لدى المواطن لكن أيضا لدى الأمن والجيش ونحن اليوم نمر بمرحلة يقظى كاملة نظرا وأن حالة التوارى متواصلة في تونس نعم سيادة العميد مختار بن نصر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك